في ظل الحصار والدمار تتسلل المجاعة بشكل متسارع نحو قطاع غزة مع استمرار منع اسرائيل وصول المساعدات والاحتياجات الاساسية للحياة ويعيش الفلسطينيون محاصرين في حرب لا تبدو مع المنهايتها قريبة وبحسب الاركام التي تعلنها المنظمات الاممية يصل للقطاع 10% فقط من الاحتياجات الاساسية بسبب اغلاق معبر رفح منذ 7 مايو الماضي كما تقلص حجم المساعدات بشكل كبير بعد الحرب مع وصول 60 إلى 40 شاحنة يوميا مقارنة ب1000 إلى 500 شاحنة قبل الحرب وهي كميات قليلة لا تكفي سد احتياجات السكان الاطفال في قطاع غزة هم الاكثر تضررا في الازمة حيث يعاني 90% منهم سوء التغذية وتجد الامهات صعوبة في ارضاع اطفالهن بسبب نقص الغذاء وقد اكدت التقارير الحكومية وفات 33 طفلا بسبب المجاعة وظهور علامات سوء التغذية على 85 ألف طفل مما يعكس حجم الكارثة الانسانية التي يعيشها هؤلاء الاطفال وأسرهم كما يهدد الموت بسبب سوء التغذية ونعدام المكملات الغذائية والتطعيمات نحو 3500 طفل كما يتعرض اكثر من مليون شخص لخطر الموت بسبب المجاعة بحلول منتصف يوليو وفق تقديرات اممية وتطالب الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها بضرورة ايجاد حلول عاجلة اكثر من اي وقت مضى تبدأ بفتح المعابر بشكل فوري لادخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية لتفادي المجاعة الكارثية التي تلوء في الافق هذه الارقام والحقائق ليست مجرد احصائيات انها قصص معاناة انسانية تروي حجم الالام الذي يعيشها اهل غزة في وقت يأمل سكان القطاع ان يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعال لتقديم الدعم والمساعدة لانقاذ ارواح الالاف من الابرياء الذين تقطعت بهم السبل في حرب الابادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة